عقدت سلطات الإدارية في ولاية تيرزمور برئاسة مدير ديوان الوالية السيد الشيخ البلال وحضور حاكم مقاطعة زويرات السيد محمد محمود والمحمد عبدالله اجتماعا تحسيسيا بالأسرة التعليمية حول أهمية تعداد السكان والمساكن في رسم الخطط الاستراتيجية التنموية حسب احتياجات كل منطقة رئيس المكتب الجاهوي للتعداد العام للسكان والمساكن بولاية تيرزمور السيدة موقف العزة منت العالم في مداخلتها خلال اجتماع شرحة للحضور الكيفية التي سيتم بها اختيار العدادين والوكلة مشكلة يهمية دور المدرسة في انجاح هذه الحملة الوطنية من جهته نوها النائب الأول لرئيس جهة تيرزمور السيد إبراهيم والسويدات لضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من وراء عملية تعداد السكان والمساكن وطالبا الجميع بتكثيف العمل للنهض بالتنمية المحلية مدير وضيواني والي تيرزمور تحدثا خلال الاجتماع عن ضرورة انجاح هذا الاحصاء سبيلا لتنمية مستدامة هذا اجتماع التحسيس يندرج في إطاع التعداد العام للسكان المساكن حول اهميته وضرورته وشرحة كل ما يتعلق به خصوصا الوسرة التربوية رسالة الدور تعد أوصل من غيرها وبذا الإطار نعاقد دنيا الاجتماع معاكم نختير ونبهوكم على ضرورته وغرض الدولة منه لأنه أساسا جسد سياسات عشرة سنوات مقبلة ونجاح للدولة ترجمة نانسي قنقر